أما سلمة مع نهاية العام واستقبال النتائج بالمدارس ونعرف كيف تم توزيعها على الطلاب وكان لابد ان نصلت الضوء على هاي المرحلة يلي كان فيها كتير من الترتيب ونعرف كيف كانت النتائج وشو الفرق بينها وبين السنوات الماضية رح نتعرف على هاي المعلومات وأكيد كمان كيف بيبدأ الطالب كمان انه يفكر بالسنة القادمة وكيف ممكن انه يستغل الصيف بالتعليم بحيث انه ما يصير عنده خمول فترة الصيف بعدين يرجع المدرسة من أول جديد بصيحة حافظ اكيد دعفاف ودائما بنحاول هيك نجيب نمازج نحكي فيه أكتر على أرض الواقع عن كيفية طبعا التعلم خلال هاي الفترة وأهميتها وانه كمان يعني العطلة الصيفية هي دائما مهمة جدا للطلاب ولنحكي أكتر عن هالموضوع بيصيرنا يكون معنا الأستاذ محسن سعيد وهو مدير مدرسة ابن كثير الدمشقي أهلا وسهلا فيك أستاذ سعادة وقتك خلينا بالبداية هيك نعرف شلون كانت نهاية العام الدراسي وكيف تم الترتيب له وكيف كانت نتائج الطلاب نحن واشي في البداية نبارك للطلاب الذين نجحوا طبعا البداية كانت عندما بدأنا في منتصف شهر أيار بالإعداد لهذا الموضوع قمنا بتشكيل لجان لجان تدقيق لجان تصوير أسئلة لجان التنتيج كل هذه الأمور جهزنا لها قبل الامتحان وعندما بدأ الامتحان طبعا كانت الامتحانات جيدة وتتم بشكل سليم الآن بعد أن صدت النتائج وعندت النتائج على التلاميذ وهناك طبعا كانت النتائج ممتعة ورائعة جدا بالنسبة للتلاميذ قد عبروا عن فرحتهم هذه الفرحة الكبيرة التي لقوها هي استمرت الجد والاجتهاد الأمور كانت جيدة جدا وكما خطت لها نفذ وتمت العملية على أكمل وجه طيب أستاذ خلينا نحكي اليوم كيف يتم تمييز الأطفال أو طلاب الأوائل عن غيرهم هل في نشاطات معينة بتعملوها هل في شي خاص له بتسوي نحن من خلال علامات الطلاب من خلال الأعمال التي نفذوها من خلال المشاريع التي قاموا بها هنا يتميز التلميذ عن سواه فإن كان تلميذا مجدا ومثابرا ومجتهدا وعلاماته عن درجاته كل حسب درجاته وحسب نشاطه في الصف وهنا يتم تمييز الطالب عن سواه ولا يجب أي معيار آخر سوى نشاطه واجتهاده وعمله داخل أوقاع الصفية وحسب درجاته الامتحانية وخلال العام الدراسي أكيد استاذ كان في نسبة طلاب أوائل بالمدرسة ونسبة طلاب كان لابد من نتائجهم كيف تم تمييز هدون طلاب المتميزين طبعا المتميزين تم تكريمهم وطبعا تم أمام التلميذ ميزنا هؤلاء التلميذ ليكونوا قدوة لغيرهم في السنوات القادمة هؤلاء الذين تم تكريمهم كانوا في غير السعادة لأنهم جنوا وخصلوا نتيجة تعبهم خلال العام هذا التكريم هو تعبيرا لهم عن اجتهادهم تعبيرا عن حب المدرسة لهم على هذا التفوق الذي حققوا أكيد دائما بنقول أنه كثير من الطلاب خلال هذه الفترة بتنتهي المدرسة ولكن هنا ما بيحبوا يتركوا وخصوصا إذا كان هذه المدرسة معروفة بنشاطاتها ومتميزة بهذا النوع من التواصل بين الطالب والأستاذ دعونا نحكي الآن في فترة الصيفية هل سيكون هناك نشاطات خاصة للطلاب؟ أولا عند انتهاء العام وعند توزيع الجلاءات هناك كان بعض الطلاب والطالبات يقومون بالبكاء حزنا على فراق المدرسة وخصوصا الطلاب الذين سيغادرون المدرسة إلى الصف السابع هناك بعض الطالبات أنا رأيتهم بعيني وهنا يبكينا على فراق هذه المدرسة لأنهم قضوا أيام وسنوات رائعة جدا فيها نحن بلسف المدرساتنا منظمة طلاع البعث عدت وأقامت أندية صيفية في بعض المدارس هذه الأندية الصيفية إما أندية رياضية وإما أندية لمرت الرسم ومعاية هوايات التلميذ التي يحبها كي لا يبقى هذا التلميذ في الصيف خمولا في منزلي هناك في أنشطة أو هناك مدارس لهذه الأنشطة الصيفية كي يمارسها ويبقى على التواصل مع مدرستي أكيد هذا الشيء كثير ضروري حتى ما يصيب طالب خمول وصعوبه بفترة انتقاله للعام الجديد طلاب يلي كانت علاماتهم أو نتائجهم غير مرضية نوعا ما كيف تم تشجيعهم؟ صددا نحن تأثرنا كثيرا على هؤلاء التلميذ الذين لم يطرع عليهم أي تحسن طبعا نحن نحمل مسؤولية هذا التقصير المعلمة لم تقصر أبدا هناك في تقصير من بعض الأهل الأهل لم يتابعوا التلميذ خلال العام على الولي أمر التلميذ نحن أجرينا اللقاء في الفصل الدراسي الأول هنا وقلنا على ولي التلميذ وأمر التلميذ أن يتابع التلميذ وخصوصا إذا كان الصبي مقصرا أو كان التلميذ مقصرا فعلى ولي التلميذ أن يراجع المدرسة باستمرار ويتابع والده في المدرسة هذا التلميذ المقصر نحن طبعا تواصلنا مع والده تواصلنا مع زويه من أجل تحفيزه على أن يتابع في العطلة الصيفية أن يعوضه ذاك الفاقد التعليمي الذي قد تقصر به خلال العام الدراسي فهنا لا بد من أهل من متابعة التلميذ وإشراكه في دورات تعليمية دورات تدريبية كي يتخلص من هذا التقصير الذي هو فيه أكيد قبل ما نختم حديثنا أستاذ اليوم أهم النصائح اللي بتوجهها للأهل ولا طلاب لا يستفيدوا من الفترة الصيفية كمان مو بس طبعا نحن بنعرف هي فترة راحة ولكن هي ممكن تكون فترة استعداد جيد لسنوات تاني طبعا هناك الكثير من أندية هناك الكثير من المدارس فتحت أندية صيفية في العطلة الصيفية طبعا هناك الكثير من المدارس التي أقامت دورات صيفية تدريبية تعليمية نحن لا نقول أن التلميذ عليه أن يبقى صيفا وشتاء ملزم بالتعليم هناك أندية ترفيهية فعلى التلميذ أن ولو يشارك في الأسبوع مرة أو مرتين فهذا أندية ترفيهية كي يفرغ هذا العبء العام الدراسي عن كاهلي لذلك على الأهل أن يتابع عددهم خلال العطلة الصيفية أن يدخلوه في أندية ترفيهية أن يدخلوه في أندية حتى أن كانت تعليمية لا يضر ذلك خيرا من أن يبقى هذا التلميذ طريقا في الشارع فالشارع لا يعلم إلا لغة الشوارع فلذلك نحن نطلب من زوج التلميذ أن يتابع عددهم في أندية صيفية في أندية تعليمية خيرا له وفيه الفائدة الكثيرة له بالخطام نتشكرك شكرا لوجودك معنا لكل معلومات التي قدمت لنا شكرا لكم مالحسala مالحسala